بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين سلسلتنا مع سؤال محيرني ومركزين مع أسئلتكم وبنشكركم على الأسئلة اللي بتبعتوها على الفيسبوك بتاع البرنامج والنهاردة نبدأ بسؤال حساس وأشكر صاحب السؤال أو صاحبة السؤال اللي بعثته وقالت أين كان الله حين اعتدي علي كطفلة اعتداء جنسي من أحد أقربائي أشكرك على السؤال لأنه طبعا سؤال جريء وسؤال حساس وقد يعبر عن معاناة آلاف من الشباب اللي في طفولتهم عدوا على خبرة سيئة زي كده أنه يكونوا تعرضوا إلى اعتداء جسدي أو جنسي يعني اعتداء بالضرب أو اعتداء بالاختصاب وأحيانا يكونوا أطفال ما كانوش فاهمين بالذات كمان لما بتيجي من طرف من العيلة أو من الجران أو من الأقارب بتبقى طبعا بتجرح تماما نقاوتهم كأطفال وبرائتهم وممكن تسيب رصيد ضخم من الخوف والقلق والكآبة وقد يستمر طول العمر هو السؤال مرتبط بسلسلتنا لأنه بيبدأ بكلمة أين كان الله فين ربنا اللي بيحبني وفين ربنا الطيب وفين ربنا الراعي الصالح وفين ربنا اللي مات عشاني وهو ما منعش هذا الوحش الكاسر أنه يسيء إلى نقاوت وبراء الطفلة في المرحلة دي سؤال صعب وسؤال يجعلنا نبكي خجلا من الفساد اللي في الطبيعة البشرية بالذات لما يعني إنسان يتعامل مع طفل أو طفلة بهذه الوحشية ويكون تربط بيها كمان صلة قرابة بداية يعني بيواجهنا بشاعة الخطية والفساد اللي دخل الطبيعة الإنساني عاوز أتكلم في شقين ربنا كان فين سؤالك والشق التاني طب أعمل إيه والموضوع ده مش رادي يطلع من ذهني يجوز أنت ما سألتيش السؤال ده لكن يعني أتجاثر وأدخل في الحل سؤال فين ربنا ده سؤال الحياة صعب لأنه ربنا كثيرا ما يصمت يصمت عن أمور تبدو أنها تتعارض تماما مع إرادته فعلا في ظلم في الدنيا في قسوة في حروب في أزية في تعب لناس كثيرة قوي لكن الله يحب في صمته يعني إيه؟ معلش هدي شوية أمثلة وبعد ندخل في صميم الموضوع لما أخوات يوسف صخروا منه وقلعوه جلبيته ورموه في البير وفضلوا يتحكوا ما هو موقف مرعب أنه يحصل كده من أخواته وبعد شوية بيتباع لناس وشاء غريب وهيسافر ومش عارف إلا هيحصل ومجهول ومش هيشوف أبوه وأمه ماتت قبل كده ودول إخواته اللي المفروض يأمنوه من أي حد غريب إيه المشاعر اللي عدت على يوسف رعب وخوف وغضب فضيع كلكم عارفين بقية القصة استمرت المأساة حوالي عشرين سنة من عبودية في بيت فوتفار إلى سجنه وأزية لكن في النهاية الدنيا اختلفت خالص بقى رئيس مصر رئيس الوزراء تقريبا ومخلص العالم ورجع لحضن أبوه وهو اللي عال أبوه وإخواته هو اللي عارف يسمحهم هو اللي تخطى الوجع بتاع السنين هو اللي وصل إلى قمة في القداسة والروعة والإنجاز وتشبه بالمسيح وإن كانت حياته لا تخلو من مأساة ومأساة طويلة ومأساة حقيقية كنت فين يا رب لما كان يوسف بيعيط كل ليلة في الأصر وهو واخد زاوية في أصر فوتفار وبيتحصر مش طيلة بوه ولا العز اللي كان فيه كنت فين لما الست اتهمته بتهمة وهو بريء واكمنه عشان خطرك يا رب حافظ على طهرته اترمى في السجن وكان ممكن يتنسي خالص هناك ربنا كان موجود بس كان ساكت لكن ساكت وهو بيدبر كل حاجة ساكت لأنه بيعمل حاجة البكرة ساكت لأن في حاجة أهم هتحصل أتصورها زي إيه زي مثلاً أب مدخل ابنه لقيد جراح والجراح مثلاً هيعمل حاجة أو حتى هيدي له حقنا وبعدين يفضل الأب ساكت والولد بيبص لأبو لأنه ولد صغير انت مش بتدفع عني ليه الدكتور ده هيقطع مني حتى الدكتور ده بيوجعني دول بيمسكوا أدية ورجلية انت مش أبوية ولا إيه فينك يا بابا هو بابا موجود وقلبه بيتقطع بس يبدو أن اللي بيحصل ده مهم قوي وضروري قوي طفل في اللحظة دي هو مش فاهم لأنه طفل ومش قادر يستوعب ممكن القسوة دي أو الوجع ده يكون مفيد ليه زي هو شايفه ضرر لو بيتفتح له خراج بيوجع آه بس ممكن في يوم من الأيام يفهم أنه الخراج ده كان هيعمله تسامن في جسمه وكان هيموت لكن فيه لحظات بيبقى صعبة أو أنه يفهم ويجوز يفضل بيعاتب أبوه سنين أو زعلان منه أو الحتة دي أفلا من ناحية أبوه كأنه انت سكت في وقت كان لازم تتكلم ويكون سكوت ربنا عن قصد وسكوت ربنا ما هواش سلبية لو رجعنا تاريخ البشرية كتير ما هنسأل أين كان الله أين كان الله مثلا من قصة العبرانين في أرض مصر كانوا يوميا بيتزلوا ويتجلدوا واسمهم شعب الله المختار قبل موسى وكان يطلع قرار إعدام كل طفل ذكر كام أم اتفطر قلبها على ابنها اللي أعدم وربنا ساكت أنت فين يا رب وما إحنا بنقول إله إبراهيم إله إسحاء إله يعقوب بنقول إحنا شعبك تسيب أولادنا يحصل لهم كده وقعدين اللحظة اللي خادت يكابد موسى وحطته في أفص ولا سبت وبترميه في النيل كان إله جواها غير أنت فين يا رب ليه تخليني أحط ابني في المية وانا عارفة أنه بعد دقايق ولا ساعات هيموت أو هيغرق وانا شايفه بيعيط ومش أدر أحضنه ولا ردعه تاني إحساس صعب قوي لكن لو استمر بيتها مش هو بس اللي هيموت كلهم هيموت لأنه ما يصحش أنه كان يعيش طبعا أنتوا عارفين في قصة موسى أنه بعد ساعات بسيطة رجع لحضنها تاني ويبدو أن الصراخات اللي كانت جواها دي يعني ربنا سمعها بسرعة جدا لأنه بسزاجة مريم أختي موسى جريت على الأميرة تقول لها جيب لك واحدة تردعه وجابت أم موسى تردعه فينك يا رب لما أخذ أفضل شباب شعبك واحد زي دانيال والثلاث فتية سبايا إحساس مر أهليهم اللي شايفينهم مسحوبين كده مش يشوفوهم تاني وعيال حلوين زي الفل بيحبوا ربنا جدا ملتزمين بالشريعة أكتر من أي شباب في اليهود بيتفصلوا عن أهليهم وبيروحوا آخر الدنيا وما فيش مجال أنه يرجعوا تاني ولا يشوفوا بلادهم وهيموتوا في البلاد دي ويعيشوا ويعيشوا في الأول مرة كأنهم بيفرض عليهم الوسانية طب فينك يا رب؟ طب تحصل لوحد زي دانيال وهو إنسان طقي بتعصومه صلاة؟ تحصل لثلاث فتية رجالة معاك وبيحبوك ليه يتزلوا الزل دا كله؟ أنواع من المآسي والأحزان في الكتاب المقدس وفي تاريخ الكنيسة وفي تاريخ البشرية تخلي الواحد يعني إله يقول أنت فين يا رب؟ لكن شوفوا إجابة أنت فين يا رب مش لازم تتحل بسرعة حين ربنا يظهر بعد سنين أو يتكلم بعد سنين طويلة قوي ويثبت لكل شخص أنا كنت جنبك وكنت سامع صراخك وكنت حاسس بيك وكان قلبي بيتقطع معاك بس كان ضروري منه دا طب ضروري ليه؟ في قصة زي بتاعتنا دي إيه يا رب الضروري في الموضوع أن أنا أتبهدل في طفولتي وعدي على خبرة سيئة تخليني مش قادر أحب نفسي مش مسامح نفسي مش مسامح الناس مش عارف أحبك وأمن ليك بعد اللي سمحت به يمكن معرفش أتجوز من الخوف والرعب إيه بقى الضروري في قصة زي كده؟ السؤال مازال صعب لأنه أحيانا إحنا ما بنبقاش قادرين نوصل لفكرة ربنا ودي حقيقة كتابية ما أبعد أحكامه عن الفحص لأنه ممكن ليكون ربنا شايفه ومرتبه أبعد كتير قوي عن حساباتنا وتفكيرنا كلنا عاوزين نعيش طفولة بريئة وشباب جميل وننجح ونكسب لكن الحياة السهلة دي على فكرة أكثر من عاشوها هلكم أكثر من كانت حياتهم بلا ضيقات أكثرهم لم يصل إلى السماء وبرضو دي ممكن تدخلنا في سؤال تاني في حلقة تانية طب برضو ربنا سيبهم يعيشوا من غير ضيقات ليه؟ لكن الطريق الضيق الوجع الطريق الكرب اللي فيه كروب فيه أحزان كتيرة هو طريق الملكوت بنت زي كده اتهانت في طفولتها إهانة صعبة وتعرضت إلى الرعب والخوف وعدم الأمان بكل صوره أولا ممكن يكون ده المصدر الوحيد أو الدافع الأساسي في حياتها للجوء لله عكس اللي كنا بنقول صحيح بيحصل مع كتير مع الأطفال دول في شبابهم رفض لله بسبب الخبرة السيئة دي لكن كتير منهم بيحتمي بربنا وبيمسك فيه زي العيل اللي خايف طول عمره وبيبقى مش شعلق فيه جامد قوي وده الطريق الوحيد اللي يدخل بي السم فإذا كنا شفنا بعض الحالات اللي فضلوا فترة رفضين ربنا شفنا حالات بالأكثر احتموا في ربنا من قسوة الناس وما بقوش بيدوروا على حب بشر ولا يأمنوا البشر الأمان والحب كله في ربنا وده رسالة مهمة وده طريق خلاصهم يجوز القسوة اللي حصلت دي تجعل مثل هذه الإنسانة الطفلة دي بقى لما تكبر تبقى أم مثالية جدا وأنا شفت ده في حياة ناس كتير أم عظيمة لأنها امرأة بعيالها وخايفة عليهم وعرفة الشر وشفته قبل كده وبتربي أحسن تربية في الدنيا والجرح القديم اتلام اتلام صحيح سايب أثر لكن خلاص النهاردة تركزها كلها على أولادها وبتطلعهم أفضل ما يمكن يجوز لو ما كانتش عدت على الخبرة دي كانت بلادها تبهدلوا بهدلة أكتر مش لازم بس كأم ممكن تبقى خادمة وتبقى خادمة لحالات شبيهة من حالتها هي وتعرف تصبرهم والدويهم والطيب خطرهم ويبقى لسان حالها من غير ما تقول أنا عارفة أنتوا حسين بإيه أنا عديت بده لأن ده ينبهنا حاجة تاني ربنا يسوع جي الدنيا ما جاوبش بشكل صريح ليه بتحصل كل المقاسي دي بس دخل على أكبر مأساة في تاريخ البشرية وقال أهو أنا أقصدك أهو هحط نفسي في أدي الناس متوحشة مفترية هشوف الظلم هشوف العري هشوف التهم الباطلة هشوف الضرب هشوف الجلد هشوف البطيء هحتمل آلام نفسية وجسدية لا يحتملها أحد عشان لو ما لقيتوش إجابة عقلية للسؤال بصوا على الصليب عشان تعرفوا أن أنا اللي سمحت لكو بيه سمحت لنفسي بيه وأكتر منه وعشان إذا كان الصليب هو مفتاح الأبدية يبقى على الأقل تفهمه أن الصليب اللي عد عليكو هو المفتاح الوحيد اللي يدخلكو السمو جزء آخر من إجابة هذا السؤال أنه ممكن تعوض هذه الفتاة أو الطفلة دي لما تكبر بتعويض آخر من ربنا بمعنى إيه؟ هي تصدمت في ناس قريبة ليه لكن يقوم ربنا يجيب في يوم من الأيام أب اعتراف أو زوج مثالي وهنا يقدموا لها حب نقي وأمان افتقدته وهي وهي طفلة وتعيش خبرة جميلة تنسيها أحزنها وتبقى بتقول في بالها وما له يا رب أنا عدت على فترة صعبة لكن في الآخر دقت فترة جميلة أو يبقى ممكن يحصل التصليح ده والتعديل ده هتقولوا طب ما ما كانتش المشكلة من أولها ليها لزوم لا ساعات الراحة بعد التعب يبقى لها طعم أجمل جدا من راحة بدون تعب حتى الراحة مش يبقى لها معنا الشفاء بعد المرض له طعم غير خالص لم لو ما كانش فيه مرض حقيقة أخرى ربنا عاوز يرقينا روحيا كلمة قالها المسيح قال الجسد لا يفيد شيئا يعني حتى لو أهنا في أكسادنا هي الأكساد دي أولها طراب وأخرها طراب يعني مش ده القضية هي الروحيات هي الأغلى طب فكرة الغفران أو تحدي الغفران هيتعلمه الإنسان إزاي لو ما تظلمش أو تأذى ما هو ده تحدي صعب لكن الغفران يقربك من ربنا ويديك غفران أبدي طب ما هو فين امتحان الغفران لو ما تعدتش عليك أي خبرات سيئة سيئة فضيلة زي الصبر هتكتسبها إزاي إذا كانت الحياة كلها ماشية كما تريدها لكن الحياة اللي فيها أحداث بتوجع فيها دموع فيها مخاوف هي دي اللي بتطلع صبر وبصبركم تقتنون أنفسكم حب الناس أو الإحساس بالآخرين مثل هذه الخبرة السيئة بتخلي أصحابها حنينين جدا عن ناس لأنهم أكثر ناس عارفين يعني إيه واجع القلب والدموع والخوف والحاجات دي فيه ناس تانية تلاقي قلبها جاف تسمع قصص كده وتقول إيه يعني يعني حصل إيه يعني عياله خلاص القلب الجاف ده معناه مدأش ما شافش المر ما شربش من الكاس إنما اللي شرب من الكاس المرة قلبه بيوسع جدا لدرجة بعض الناس اللي اتعرضوا الخبرة سيئة زي كده كرسوا حياتهم لخدمة الطفولة أو الدفاع عن حقوق الأطفال أو علاج العشوائية اللي بيحصل فيها حاجات زي كده أو وعي للأسر المسيحية والأسر عموما من الخطايا واللخبطة اللي زي كده وأصبحت دي قضية حياتهم ليه عشان يحموا آلاف من الأطفال من المشاكل اللي من النعد أنا ما زلت ما عنديش إجابة كاملة ودقيقة للسؤال اللي حضرتك بعتاه هو ربنا كان فين لما حصل لي كده بس اللي أنا قدر أقولهولك بإيمان هو ربنا كان جنبك وكان حاسس بيك وكان ماسك إيدك وكان بيعاية معاك لكن كل ده عشان يدخلك السماء في الآخر ولما توصلي السماء هتشكري ربنا على هذا الخبرة السيئة دي وهتقولي له يمكن من غير الظلم ده أنا ما كنتش وصلت ومن غير البهدلة دي كانت يمكن حياتي مشت في سكة تانية فأنا ما عنديش إجابة دقيقة لأني ما قدرش أعرف حكمة ربنا فكل اللي هيحصل في حياتك بعد كده بس أدخل في الشق التاني من السؤال وأقولك إيه رسالة مهمة لك أنت بريئة فأرجوك ما تستسلميش لإحساس الزنب لأن عدو الخير يلعب لعبة خبيثة جدا هنا تبقى طفلة بريئة وأهينة وتبقى العايشة بإحساس الزنب غريب جدا كأنها هي اللي مجرمة في الحياة هي مش مجرمة هي ضحية وفي طرف آخر بجرم ولو ما تابش حسابه عسير جدا إنما يتربى جواه إحساس رعب وخوف كأنها هي اللي أجرمت والإحساس ده يخليها مش عارفة تسامح روحها مع إنها ما غلطتش والإحساس الوهمي ده أحيانا يخلي البنات دول يتعالجوا من قلق أو اكتئاب لسنين طويلة وأحيانا يتضاعف الإحساسها إنها تفضل فشلة طول حياة في الوقت اللي ممكن تبقى نكحة جدا فأول رسالة أو الهالك أنت بريئة أنت ما غلطيش وحتى لو كنت غلطي بسبب خوفك من الخبرة دي يعني بقردتك في مرحلة أخرى غلطي ربنا بيحبك جدا استعدي سامحك قوي ما تعوديش تفكري في الخبرات السيئة ما تسترجعيش الأحزان دي تذكر الشر الملبس الموت اجري على ربنا يداوي ده كله وتبتدي حياة جديدة أتصور ساعات إن المرأة التي أخذت في ذات الفعل بعض الناس اللي وصلوا لمرحلة احتراف الزنا بتكون البداية خبرة سيئة للأسف فيجوز الناس مسكن لها الطوب وهيرجموها وهي ما تقدرش تنطق بس اللي بيدور جواها إحساس صدقوني أنا مظلومة أنا اللي وصلني لكده واحد تاني كان المفروض تحاسبوه أبويا ولا خالي ولا عمي ولا جاري هو اللي ابتدى معايا اللخبطة دي هي مش قادرة تسرخ وتقول أنتو كلكو ظلمين أنا برضو صحيح وحشة وغلطانة لكن القصة ما ابتدتش كده يا جود السامري عاوزة تقول كده كتير من اللي وصلوا إلى درجات من الانحراف البداية ما كانتش كتهم ما كانتش يعني رغبة في الشر أصيلة يمكن كانت معرفة للشر مبكرة وصدمة فظيعة لخبطتهم ومن هنا بنشوف قد إيه المسيح بيحترم الناس دول وبيقدرهم جدا بتعامل معهم بحب ويشفق عليهم في الوقت اللي الدنيا لا تشفق على أحد بيبقى حنين جدا عليهم لغاية ما يديهم ثقة بنفسهم أنتوا مقبولين عندي وانتوا ممكن تبقوا قديسات وانتوا ممكن اللي فات ده يكون انتهى تماما ونبتدي صفحة جديدة وكأنها عمر جديد وحياة جديدة وتبقوا أحسن من أي حد فعود رسالة تانية بقولها لك انسي سمحي نفسك اقبالي الغفران من ربنا يسوع دفعي عن نفسك قدام نفسك انك انت بريئة في مواقف كتير قوي تاني رسالة أقولها لك لازم يبقى لك أب اعتراف ليه؟ اختاري أب حنين يتشبه بالمسيح عشان يبصلك باحترام وعشان يطيب خطرك ويقولك مخفورة لك خطياك ويقولك إيمانك خلصك ويقولك انت بتحبي ربنا أكتر من ناس كتير قوي زي المرأة اللي بكت على رجلين المسيح وقال لا على فكرة انت أحسن من سمعان الفريسي ده أو راجل متدين بيصوم ويصلي وعمل نفسه ما بيغلطس بس انتي عندي أحسن منه انتي محتاجة أب اعتراف يبقى لك أب يشيل معاك الهم ده ويساعدك ايه؟ تقبلي نفسك وترجعي تفرحي بربنا وتفرحي بحياتك نقطة ثالثة أقولها لك أخرجي برا نفسك لدائرة الحب والعطاء بمعنى أخطر حاجة بتحصل للولاد والبنات دول ان هو بيبقى طول الوقت بيفكر في نفسه بيفكر في نفسه بطريقة يعني أو بأخرى يعني يا إما متغاز من نفسه يا إما عاوز ينتقم لنفسه يا إما كاره نفسه يا إما بيحب نفسه زيادة ومش عاوز يتعبها خالص المهم انه بسبب الصدمة دي بيتحوصل جوه نفسه وبيفكر في نفسه طول الوقت وده بيزيد قلقه ورعبه وخوفه وتعبه النفسي وكأبته ورفضه الربنا أحيانا لو انت عرفت تطلعي لدائرة الحب للناس و للعطاء خدمة أطفال خدمة ملاجئ خدمة مسنين خدمة مرضى لما تدي هتلاقي نفسك خفتي لوحدك والموضوع ده اتبخر من دماغك وأصبحت كأنها كابوس كده عد عليك في ليلة وكأنه لم يحدث وهتلاقي نفسك بالدواري يعني أنا مش تعبانة ليه لأن الحب هنا يشفي اللي بيحبه أكتر ما يشفي المحبوب الخدمة هنا حل وحل جزري لمعاناتك لأنك لما تهتمي بآخرين هتلاقي كمية آلام مش انتي وحدك المتألمة وإذا كنت فكرة أن الهم ده والواجع ده هو أصعب هم لا فيه هبوب كتير قوي وفيه أوجع أشكال ولوان والفقر متعب والمرض متعب والظلم متعب وفيه حاجات كتيرة يمكن ما عدتش عليكي تصل إلى نفس القسوة أو أكثر وفي الآخر إله المحبة حاسس بيكي ودريان بيكي وهيغرائك حب وهيشبعك وهيعواضك بس انتي ايه دواري عليهم طبعا رسالة أخرى نقولها للمجتمع كله مع السؤال الرائع اللي بعثته بنتنا ده احذروا احذروا على أطفالكم ومن المتوحشين اللي حوالينا يعني للأسف فيه أباء وأمهات ما عندهمش أدنى حكمة وما عندهمش وعي وأخطية يمكن ما يستهلوش بقوا أباء وأمهات لأنه إذا ما كانوش عينيهم مفتوحة ومسؤولين عن ولدهم ويأمنوهم يبقى الحقيقة ما يستهلوش لقب الأب ولا لقب الأم لأن ما أكثر المقاسي اللي بتحصل بسبب كهل وعدم وعي الأب والأم فيه أمهات بتسيب عيالها كده بدون أي رقابة وبدون أي ضابط وتطلع الطفلة دي أو الشابة بعد كمش عارفة تحب أمها لأنها مش مسامحاها لأنها هي كان لازم يبقى لها دور في الدفاع وما عملتش الدور أو الأب كان لازم يبقى له دور في الحماية وما عملش الدور ده أرجوكم حسبوا على أولادكم لأن أولادكم دول صمرة وعطية من ربنا غالية قوي والسنوات الأولى بالذات من العمر هي اللي بتشكل أكثر نفسية أولادنا الشباب كرجال وستات بعد كده أول كم سنة أخطر كم سنة في تشكيل وتكوين الشخص بنفسيته بميوله بأفكاره بمبادئه وبالتالي إحنا لازم تبقى عنينا مفتوح برضو رسالة أخرى أقولها الاعتداء ليس فقط اعتداء جسدي أو جنسي ساعات يكون اعتداء لفظي يعني إيه برضو جايلي سؤال شبه كده كان فين ربنا وأنا بتشتم كل يوم في بيتي لما كرهت العيشة وكرهت أهلي وكرهت ربنا سؤال مقارب لأنه أحيانا يكون الاعتداء اللفظي لا يقل قسوة عن الاعتداء الجسدي يعني لما بيتقل طفل أو شاب انت فاشل انت ما بتفهمش انت هو اللي بيحصل جواه انه بيبتدي يقتنع باللي بيتقله فبيعيش بقى فاشل لأنه تقله كده من بادر أو بيعند مع والدي أو اللي بيقولوله كده فبيقول طيب أنا هوريكو الفاشل بقى أو انت غابي طبعا أنا هوريكو الغابة طبعا ده أسلوب طربوي يعني برضو فاشل لأنه الحقيقة أولادنا دول يعني أغلى حاجة عندنا والتشجيع هو أفضل طريقة للنمو أفضل طريقة لوضع الثقة في نفوس أولادنا أفضل طريقة للتواصل التشجيع المستمر إحنا أكبار بنحتاج تشجيع بلكو بالطفل الصغير والشاب اللي لسه طالع للدنيا إذن الإهانات اللفظية أيضا لا تقل بشاعة عن الإهانات الجسدية أحيانا برضو نرجع لسؤال كان فين ربنا وهو ربنا ما تهنش ده ربنا تشتم أكتر من أي حاد إرأيكم ربنا يسوع قيل عنه في وقت أنه ابن خطية تصوروا المسيح له المجد يتعال عليه كده كان ساعات يتقال عليه ابن النجار كأنه ما بيفهم قيل عليه من أهل بيته مختل العقل طبعا قيل عليه أنه مجدف وإدعي أنه ابن الله قيل عليه أنه عدوه قيصر يا ما المسيح التهم باطل وتشتم وتهان وتقال عليه النشطان وتقال عليه النسامري إذن كل من يجد معاناة داخلية لازم يبص على ربنا يسوع لأنه فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين وشطارة أي خادم أن يحط المسيح في حياة الناس دول لأن ربنا يعني هو الوحيد اللي يعرف يصالح عياله كلمة يمسح الله كل دمعه يعني ربنا اللي سمح لك بدموع هيعرف يمسح دموعك ربنا اللي شد عليك في وقت من أجل خلاصك هيعرف ياخدك في حضنه برضو من أجل خلاصك داود النبي كان بيعامل كأنه نكرة في بيته قالوا له الصغير مع الغنم كأن لا قيمة له إنما داود دا هو اللي قال أعظمك يا رب لأنك احتضنتني ولم تشمت بي أعدائي عارف يخف من إحساس الدونية أو الإحساس النكرة لأنه شبع بربنا وحبيب ربنا وثقته في ربنا خليته واثق في نفسه وقف لجليات ووصل إنه يبقى ملك إسرائيل وحتى بعد ما سقط وقع خطايا كبيرة بالثقة اللي في ربنا رجع تاني بالتوبة وبقى قديس عظيم قوم بنتي الغالية ما فيش حاجة أقول هالك غير إنه ربنا قادر يفرحك ويشجعك تطلعي من اللي انت فيه وأوصيك تاني روحي لأب اعتراف رجعي صلي قولي له يا رب أنا مش فهماك وحتى لو زعلنا منك ما حدش هيصالحني عليك غيرك وإنت اللي قادر تعوضني عن اللي حصل واتشبعني بيك عشان محتاجش حد غلط وفي نفس الوقت أتمنى لك مستقبل حلو وخدمة حلوة وتوصلي السماء بالألام اللي عدت عليك وإلى لقاءات أخرى من برنامجنا سؤال محيارني لإلهنا كل مجدو كرامة إلى الأبد أمين